تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 463 قضية تنوينية بمضبطات بلغت 176 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 63 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية تم ضبط 93 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 20 طن أسمنت كما تم ضبط 710 قضايا في مجال قضايا مخابز من بينها 210 قضايا خبز ناقص الوزن و193 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 105 أطنان ترجمة نانسي قنقر